النهاردة وإحنا هنا بقى بنكمل ده بقى احنا تكلمنا على مجلس السلم والأمن تعالي نتكلم على النهاردة واستقبال فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمفوض السامي لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبو جراندي والرئيس ثمن علاقة التعاون الممتدة اللي بقى لها عقود ما بين مصر وما بين مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والجهود اللي بتبزلها هذه المفوضية على الصعيد الدولي في أي إطار؟ في إطار إنه طول الوقت بتحصل تصاعد للأزمات العالمية وبالتالي طول ما فيه صراعات مسلحة وأزمات للأسف هيبقى فيه ناس بتسيب بلادها وتلجأ إلى بلاد وأراضي أخرى حتى تستطيع أن تعيش فيه هدوء وأمان هنا بيأكد فخمة الرئيس على أهمية التعامل مع هذه الظاهرة وهذه التدفقات وكل أشكال النزوح من خلال المقاربة الشاملة اللي بتستهدف إيه؟ جزور الأزمة الرئيس طول الوقت يتحدث عن علاج الأسباب الجزرية مش العلاج الظاهري مش الأسبرينة اللي تخفف شوية صداع لازم نعرف سبب الصداع إيه ونعالج سبب الصداع يبقى عملية الرئيس في أي موضوع يتحدث عن العلاج الجزري منها هذه الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات تحقيق استقرار أمني وسياسي تنمية مستدامة وشاملة في هذه البلاد وفي هذه الأوطان تضمن لهذه الشعوب أن تعيش في أمان وسلام بشكل دائم خلينا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد فليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس ثمن علاقة التعاون الممتد منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والجهود التي تبدلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين كما أكد السيد الرئيس أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحدي النزاعات وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والتنمية المستدامة الشاملة من جانبه أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر مشيرا إلى محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار ومعربا عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة ومشيرا في هذا الصياق إلى الزيارة التي قام بها للمعابر على الحدود المصرية السودانية والتي لمس خلالها الجهد الهائل الذي تقوم به الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري لمساعدة الوافدين سواء من السودانيين أو الجنسيات المختلفة مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولي والجهات المانحة تقديم يد العون للدول المستضيفة للاجئين والمتأثرة بحالات النزوح البشري وقد تطرق اللقاء أيضا إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقة الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع الشعب المصري كأشقاء وضيوف كما تناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بحالات النزوح من السودان في ضوء استمرار الأزمة الراهنة وثمن المفوض السامي للأمم المتحدة الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للمساعدة في تسوية الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان